السلام عليكم ورحمة وبركاته احبابي فيديو جديد كانت من القاكم بكامل الصحة والعافية اليوم ان شاء الله فيديو مسمن هائل رائع ان شاء الله ستبقوا معي حتى الاخير تشوفوا الطريقة مقادم ان شاء الله و ما تضحيوش يعني ما تحيدو حتى شي رقطة من الفيديو ان شاء الله في العالمين اتمنى يعجبكم انا اريدكم اول شي انا احتاجو المقادم التالية لمسمن غنحتاجو لي سميد دقيق و هنا الكمية دقيق 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 الابيض كيف ما تشوفو اسبقاء في الزلافة يعني الزلافة عامة تزميدين وخمسين جرام و الزلافة مع مراش يعني تقريبا كان نقصو في الكمية انتو ما غدروا الكمية اللي بريتو ولكن دائما غلبوا السميد على الكمية دقيق ماشي بنسبة كبيرة لكن غلبوا عليه بالمقدار اللي شفتو معي في المقادر سنضيف واحد القبيصة الملح يعني كمية الملح لحسب الدقيق و سنضيفوا رأس الملعقة الخامير حبيبات قريبا واحد جرام ونصب و سنخلط العجين دافئ لا يكون سخون مجرد انه دافئ و بالنسبة للمكة نكب شوية و نخلط حين العجين دينا سنكب و نخلط و نخلط الماء و نجمعها عادية و نبدأ نعطيها بشوية الماء و نعطيها دليك بالبوكس كيف تشروف الصور و نجمعها و نجمعها عادية لا هي مرخوفة بشكل لا هي قاسحة و نجمعها ترتاح و سنجمع لنا لينة جدا كما ستشوفوا معي في الصور سنحتاجه بشوية الماء سنحتاجه الزيت و الزبدة مذابة وتكون بردات الزبدة النوعية تكون جيدة كانت دبدة نعيزتها سنتلع عليكم هائل لا تضرب ماركارين لان اتضرب القلب الماركارين تتعرف انها صعبة مليا العجين كما تشوفوا معي في الصورة هي هائلة سنشكل كويرات و نأتي المناس ترون متوسطي الحجم بالنسبة لي لا تختار مقدار كثير و نفضل ندروا كل مرة كل ما ترونه سنقف جديد و إذا نقوم بشكل مناسبة و كما تشوفوا العجين قدت لكم رائعة و نشكلها كويرات اعطيني ذلك العدد اللي شفتو قد تبقى لي واحد الكوة صغيرة قد تشكلتها مصين من البنت يا راه فوية البطبل اول مسمينة صغيرة و قد تشكلها معكم ان شاء الله في الفيديو سوف نغطيهم بشوية الزيت قبل ما نغطيهم لان الجو ساخن نغطي العجين لينا وعندي المسمينة غير قليل محتاجة لنغطي حين تلغطيته وعندي جو ساخن سوف يزاد يختامر سوف نطلق المسمينة نطلق المسمينة الطريقة التي ترى مضحك معكم في الصورة الوسط لا نضربه بثاف نحاول ان نوركه على جناب الوسط لا يجعله غليط لكن لا تضربه بثاف الوسط و سوف نضرب الزبدة و نرشو بالسميد و نكونوا سخيين شوية في الزبدة و في السميد و لا تخافوش يجي ناشف نكبر معكم نفس الطريقة نطلق الكويرات نطلق الكويرات نطلق الكويرات و نرش زبيدة على المسمينة نرش الزبدة نكون سخية شوية في الزبدة و كذلك في السميد سميد الحلوية ترقيق كما نقرصه و لا يستعمل السميد في العجيل و لا يستعمل السميد في التكراز هنا واحد الإشارة انا لم استعملت حتى شيئا مع السميد فقط السميد لحالة كل واحد حرف اختياره لكن انا ضد خميرة الحلوية مع السميد لانها ضربة في اخر لحظة ضرب الخميرة الحلوية و لا تطيب مواله لانها تكون غير مفيدة للصحة سوف ترى ان شاء الله سوف يأتيكم دون خميرة سوف تنفخ و يجرى و كمات سوف تتبعوا معي و اضعوا كيف مدد اختكم و ام عبد الله سوف يتلعوا لكم السمينات هائلين سوف نكمل كيف قلنا بنفس الطريق سوف نكمل الكوارات كاملة و بعد ذلك سوف نكملهم سوف نجيبهم مقلات كل واحد يتوفر لديه طيبة كل واحد يطيب سمينته سوف يجيب المقيلة سوف يضع النار تسخن النار تكون من الأفضل وسط لا تكون النار عالية لان سوف يضعهم من الداخل و يكونون مزيدين سوف يتحرقهم من البرة و يبقوا من الداخل هناك اشارة بالنسبة للعجين السميد لم يكن نجرروا لم يكن نجرروا لم يكن نجرروا العجين بحالة نضعه لا يكن نجرروا و سافر لم يكن ندفع العجين لم يكن نجرروا فمن الأفضل لا تدفعوا العجين السميد غير العجين يكون فيها الفرص مغلب لكن يجرروا اعافل الماضاق و الباكلة مختلفة كلياً هنا بانتراها قبضت معكم المسيمنة بمساعدة لماماتها المسيمنة صغيرة أثرت أنها تقبضها و دعي تليم لأنا كان أحب أنها تدخل المطبخ وتعلم معي وتصوب الكيك وتصوب البسبوسة يجبني الحال ليحفظها و يحميها و يحمي لكم وليداتكم إن شاء الله وتشوفوهم كيف ما تتمنى إن شاء الله في القلب ديالكم من بعد كي قلت ما كمنا نمسيمناتنا أنا بالنسبة لي لم أعود حتيتهم حتى بلصة خليتهم على سطح العمل لمسيمنات ديالي لأنهم مكترش والثاني شيء قلت لكم الجو ساخن مجرد كنحطوه في بلاتو أو أي شيء بحال هكا يزيدهم هو اختيم و يعطيهم السخونية للمسيمنات و يختامر نحن لا نريد أن المسيمنات يختامر و نريد أن يبقى شد العجين و لا تطلق العجين كيزم و نكمل عند ال pengزمة و نقوم بصتح و نقوم بصتح و نقوم بصوت بالنسبة لي سعمل و نضرب الجينة كم يرث في الصورة نضرب الجينة و نقرس و معًا و نقرس و لكن مستحسن كثيرا كرد طيب ديالي قمت بتزيد في المقلة لما اردتو اشترشو هم كليكم لكانت مقلتكم طيبة لما كانت مقلتكم طيبة ديالي وما كانت تلصق متى شي حاجة وما ستحرق المسمنة غي هو كإشارة لان انا كان ارشو كالنقيطة كيف ممو الفين يعني من احنا صغير يعني انا ارشو كالنقيطة وكنت انطيبه منات ديالنا كنخلي واحدة كتش درسها من الجيال خردة ونقلبه عادي كدنا ان كان طيبه مسمن عادي فهو كيتنفخر راسو وكيتفرخ راسو في الطيب ما محتاش زعمه اي شيء غادي يعجبكم ان شاء الله هاد المسمن غير جربو صدقوني كيجيها الورائه شوفوا المسمنات كديرين ما شاء الله هادي راي مسمنة وحدة يلا بريتو تدير وحدة في قلب وحدة كيبقى لكم اغتية غي يجوكم مورقين اكتر لكن غي وحدة غي وحدة بها الطريقة سوف ترى في نهاية الفيديو ان شاء الله تجربة سيد البرهان اي وصفة اعطيتكم سوف تجربة سيد البرهان الوصفة ستنجح لك مئة بالمئة غير تبعي مقادرها وطريقتها كيفما هي لا تغيريش في الطريقة ومبعد نقول لا الوصفة لنضيف كل شي كيفما هو ستنجح مئة بالمئة معي صدقيني سيدتي تبارك الله عليك حادقة سوف يدخلوا سيدتي سوف ينجحوا لك ويعجبوك بزاف بزاف بالعالمين نكملين بنافس الطريقة طيب دينا الى اعجبكم الفيديو احنا مازال نكملين كنطيبهم سيمناتنا ديروا له اللايك وشاركوه مع الاحباب والاصدقاء باش ان شاء الله تعوم الفائدة وعطيوه هاد الفيديو اكبر عدا ان شاء الله من اللايكات وتعالقكم جميلة ورائعة الجرنة كبيرة اشترك المغرب والنسبة التانية المغرب الكبيرة فتحية كبيرة لكل العرب والكل المتتبعي لخارج أرض الوطن كنشكركم يعني في الدول الأوروبية أو أمريكا أو أي محل في العالم فأنا كنشكركم جزيلا أي تعليق كنلقاه جميل فأنا كنفرح به وكأنني صاحبة صاحبة التعليق كأنها يعني كنعرفها من زمان كأنها أختي هي رأى أختي في الإسلام مسي منتنا هم كي طيبوا عجو جدوكس ديال آتي يعني إذا غي يكونوا واجدين معكم مكملين طياب ديالنا إن شاء الله بالعالمي كي كتشوفوا في الصورة هم هائلين لم يحتاجينش نتكلم عنيهم صرحة كنت غني نفتح لكم المسمن وأنا كنطيبوه ما استطعتش لأنه ما شاء الله يعني سخون بزيف ما استطعتش نفتحها فوق المقلة فكملتهم في الطياب وحتاج معت صراحة محل العمل بعد ذلك الزيت وهذا عاد باش مشيت حليت لكم مسمن يعني تيبرد شوية صراحة الله هادوا ما نمسي منتنا بعد مكة نكمل كي يجيوا صراحة هائلين دون خميرة للحلويات دون أي إضافة فقط فقط دقيق وسميد وخميرة ديال الخبز وقليل من الملح وغتحصلوا على مسمن هائل وفي القرص ديالكم فقط شوية سميدة وشوية زبدة وهنتم مسمن المورق هائل رائع والمضاق ما نعود لكم شعريه جربوه رضو عليها في التعليق غادي نشكركم على حزن التتبع نضرب لكم وعد فيديو قادم ما تنساوش أكبر عدد إن شاء الله من لايكات كان حبكم في الله غادي نترككم مع السوة ونقول لكم مع السلامة وتحياتي إلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا لكم